اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جات ميتنا مخطوفة تضحك علينا الفانية الحلوفة بطال ما عادش العين تشوفها قصة بر مطوح مشي خطيني يا رب عبدك ليك هز كفوفة عطشان من كاس السبر رزقيني عطشان يا بسريقي عطشان يا بسريقي وغديت شوري وجمعتي وطريقي وكل يوم زايد في الكنينة حريقي اذا قلت نصبر دمعتي تقسيني من فرق بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الكرام النظارة متابعي قناة التحرير وحصة طابة الجلسة نحيكم تحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اينما كنتم واينما حللتم تعود اليكم حصتكم دائما كل اسبوع مساكل اربعة طابة الجلسة وفي الحقيقة اليوم اخترنا لكم عدة مواضيع متنوعة يعني بش نبدو بشاعر الزهد والتصوب يعني الشاعر الكبير ابو العتاهية ويذكر فينا التذكير والعبرة احنا احيانا نروح ونحضر يعني الجنائز في المقابر وكاين اللي يتعذي الحقيقة وكاين اللي ما يتعذي شاء الله غالب نزيد ونذكره دائما لأن شاعر ابو العتاهية بسيط وسهل ومفهوم واضح يتكلم عن الفرق بين الدنيا والاخرة يقول اما بيوتك في الدنيا فواسعت البيت التاعك في الدنيا ارى واسع حشك دارك واسع ماهما يكون حتى زوز ميترات شامة واسعة فليت قبرك بعد الموت يتسعوا القبر التاعك شفتها القبور أنا ياسر لنجو ونحن نطل على القبور قبل ما يدفنوا الميت باش نشوفوا يعني النهائية تاعنا كباش تكون اذن دارتعك مهما تكون دارك راي واسعة في الدنيا حتى زريبة راي واسعة لكن القبر اكم شفته يعني فليت قبرك بعد الموت يتسعوا ايفرح الناس بالدنيا وقد علموا ان المنازل في لذاتنا قلع معناها يعني المنازل ولا الدور ولا الاشياء التي نملكها يعني ما تدومش مقلوعة معناها رايحة زائلة يقول ما لي ارى الناس لا تسلو ضغاء انهم الضغين التاحهم يعني ولا قلوبهم بالله تجتمع الناس يعني يبقى حاقد عن خوه ولا يبقى عند الضغين عن خوه ولا عن عمه ولا عن صديقه هذا يعني في الحقيقة مش مليحة قال لك يعني القلوب بتاع الناس من المفروض تجتمع يعني في حب الله سبحانه وتعالى في حب التاخي والأخوة والله يخطب فينا في القرآن يا ايها الناس يا ايها المؤمنون يا ايها الذين آمنوا يعني اخوة الناس بالحقيقة يكونوا اخوة ايضا يتكلم عن جامع المال يذكر ابو العتاية بجامع المال لان اليجمع يجمع 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 يكدس وكذا ويخليه للورثة احيانا ما يستفدوش منه حتى الورثة يتعارق عليه وش يقول هو يقول يا جامع المال في الدنيا لوارثه هل انت بالمال بعد الموت تنتفعه انت في قبرك مش تنتبعه يعني ما المفروض تخليه صدق جارية مدام عندك المال في الدنيا مدام عندك يعني اموال يعني يعود مش صحيبين بل يتفالقوا عنها هذا الدرام يتعارقوا عنها اذا يا جامع المال في الدنيا لوارثه هل انت بالمال بعد الموت تنتفع لا تمسك المال واسترضي الاله به استرضي ربي بالمال هذا لا تمسك المال واسترضي الاله به فان حسبك منه الري والشبع حسبك من المال في الدنيا انك تروى وتشبع وتلبس مليح وتعود مش كمحتاج وفي نفس الوقت يعني تزكي وتصدق وتخلي حتى الورثة يعني تجمع شوي المال معليش وخلي شوي يعني يعيش به لحياتك وشوي لأهلك هذا معقول هنا أبو العتاه يرى ويذكر فينا وإحنا إن شاء الله نتذكروا وإن شاء الله يعني نعتبروا كما يقولوا نخرجوا من بين الدنيا والآخرة ونروحوا للفكهة وللشعراء الآخرين أبو نواس راح زار واحد وقت الغداء هذا السيد يعني أبو هند هذا في وقت الغداء خلهه جععان خلهه جععان في وقت الغداء فتركه جائعا دون أن يضيبه وما قال لش يتفضل والله يحضر فطورنا أحيانا توقع هذه دياسة الكثير من الناس يعني يكون وقت غداء ولا وقت عشاء هي ومش مليحة الزيارة في الأوقات هذه ولكن الغالب أحيانا ظروف الناس يعني يضطر الإنسان باش يظهور ولا باش يقصد ولا باش يحتاج واحد في وقت أبو نواسكي زار أبو هند في وقت الغداء يعني خلاله جعان دون أن يضيبه طبعا أبو نواس ما تفتاش يعني حاجة كما هذه وتلقاه روش شاف ربما المأكلات ولا ولا شم ريحة للأكل وش يقول أنا قال أبا هند نزلت عليه يوما أبا هند نزلت عليه يوما فقداني برائحة الطعام شميت كان الرحة وني شم كان الرحة نزلت عليه يوما فقداني برائحة الطعام وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام أنا قعدنا نتكلم وكأننا ناكله وكأنه عطلنا يعني لحم سمين وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام فكان كمن سقدم أنا ظلا كما الواحد العطشان تقول لو قعدوا تقعد في الظلتو تتبلع روقك شوية فكان كمن سقد الضمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنامي أبو نواس قال لك نيراني وكأنني راقد وتغديت يعني هذا أبو نواس اللي معروف يعني بالفكاهة ومعروف بالسخرية وطبعا أبو هند هذا القاهرة وندم على روحه لأنه مغداش أبو نواس هو شاعر والشعراء رمي في صحوق وننتقلوا أيضا سي وليد تحياتنا نبدو نحي طبعا متابعينا ونحترموهم وبرك الله فيهم رمي تابعوا في حصتنا ربي أحب ذك سي وليد أيضا ربي بارك فيك إحنا بيش ننتقلوا إلى قيمة الإنسان الإنسان القيمة التاع بيش نشوفوها هل هي بالمظهر أم بالعقل قيمة الإنسان بالمظهر التاع باللباسه وبوجهه يعني وسيم جميل كذا والله القيمة التاع الإنسان بالعقل هذه قصة من قصة الملوك يحكى أن أحد الملوك زوج ولده ثلاث مرات ولده معاه في القصر طبعا هو ولي العهد وكم عارفين الملوك يعني يستهلوا في ابنائهم ويقروهم ويعلموهم ويخرجوهم ويدوهم للفروسية ويدوهم للصيد ويعني كل شيء تقريبا يتعلم يتعلموا القراءة الكتابة يجبونهم حكماء ما نزوجه ثلاث مرات ما نشح وفي كل مرة كان الولد يطلق زوجته دون أن يذكر للملك السبب ما يقول لش لباها عليش طلقت ويجد رباها في الأخير قال لك هذا نية لازمة يخوض في الحياة مش لازمة يبقى معايا في القصر نية نعرس لا نجيب لها بنت ملك ولا نجيب لها يعني بنت أمير ولا بنت أحد النبلاء ويطلقها يحشن فيها ما لا لازم نبعثها قال روح فقام الملك وطرده من القصر لكثرة الطلعة وكتمان الأمر فخرج هذا الشاب من المدينة للبحث عن عمل راح يبتش عن خدمة طبعا قال لك لازمني نخوض الحيات نية فقني نبقى ديما ملت كل عن البايا وعن المال وعن الملوك الملك وهي يقول واشرب والبس وكذا بدون يعني جهد بدون كذا ما لا قال لازمني نية عمل فخرج الشاب من المدينة للبحث عن عمل فسادفه موال موال نقوله احنا كما الموالين هذا منتع الغنم الآن اللي رام يغلوا علينا في اللحم نتمنى بعد هذه العمطار ان شاء الله ربي يبسط الرزق ويكسر اللحم وتاكل الناس اللحوم ويصبح يعني في متناول الجميع قال لك فوجد عمل كراعي أغنام عند أحد الموالين موال كبير راجل في جهة من الجهات في الريف القى عنده خدمة لكن الغريب أن هذا الفتاة يعني بسرعة صاحب الأغنام هذه أعجب به وكأنه عاش يعني موال وبسرعة أعجب صاحب الغنم بالشاب كثيرا وكان وكان له بنت وحدة هذا الموال عنده بنت وحدة فلما شاف هذا الشاب قابز وشاف مليح ونشيط ودبلوماسي يعني مع الأغنام دبلوماسية الرعاة كما نقوله يعرف يتصرف معهم وكان يخرج كل صباح باكرا ويعود يعني قبل المساء عجبة قال لك هذا إنسان لبس به ونيع عندي بنت وحدة وكان هذا نعطي بنتي ونشد عندي وخلاص قضي القمر وقرر أن يطلب من ابنته الزواج من هذا الشعب لكي يبقى معهم ففاتحها بالموضوع الطفلة هي يشوف باش نقولكم واحد الحاجة أنا في قرية القصة هذه أحيانا تجد أبناء المدن أبناء المدن عندهم ذكاء وفطمة خير من أبناء الرياف وأبناء البوادي هذه حقيقة وأحيانا العكس وأحيانا تلقى أبناء الرياف وأبناء البوادي أكثر زكاء وفطمة في أمور الحياة طبعا نحن مناش نتكلم عن القراية القراية حاجة أخرى من أبناء المدن وكان في أبناء المدن اللي يارب يعني حتى أمور البوادي وأمور الصحراء بستعودوا عارفين وكان بنات المدن اللي تلقاها لا تصلح لشي مع كل احترامات للجميع المدني المدنيات كما يقولون وكان أحيانا تلقى بنت عايشة في البوادي وهي لبيبة وفطنة وذكية وتفهم كل شي تقول سبحان الله حتى وكان يدوها تعيش يعني في العواصم في باريز أو في نيويورك أو في أي مكان في الجزائر العاصمة في النابة كذلك تتأقلم مع هذك الطبيعة ومع هذك الظروف بسرعة وعدها ذكاة وفطنها ملا بشتعبوا باللي روى ربي سبحانه وتعالى خلق وبين معناها فرق فرق سبحان الله كين منه وكين منه مالا قالها يا ابنيتي قالها نيراني وكانت الزوجي الشاب عاما ويبقى معنا هنا وقالها عجبني عجبني يعني عجاب شديد قالها يكون لنا أحسن كما يقولوا زيتنا في دقيقنا زيتنا في دقيقنا ها هاي ساعات تصلح زيتنا في دقيقنا ساعات ما تصلحش القرابة الكبيرة يسر مش ملاحنا فتح في الموضوع فقالت له قلت له يا أبي لن أتزوج به حتى تسافر معه قلت له هذا شيء غريب وما نشعر فيه نحن أحواله وكيفيش نتزوج نياكك سافر معه لأنه في الصفر تعرف يعني خصال وسلوك الصديقك في الصفر تعرف خصاله وسلوكه يعني من خلال الصفر قلت له سافر معه وممكن تكتشف في الحقيقة تاعه فقبل الرجل الموال هذا قبل كلام بنته جاه منطقي جاه يعني كلام رسمي فقال الرجل للشاب قال لا تخرج غدا بالأغنام واستعد قال حذر روحك أراني بش نسافر نوييك بضعة أيام لقضاء بعض الأشياء منمشو للمدن الكبيرة فقال بش نسافر ونسافر معه ونسافر معه وفي الطريق مروا على أغنام زني كما جاه أو أكثر مروا على غنم فقال الشاب شوف الشاب هنا بطنة لازل قلت لك لو عايش في قصر باوة لكن بطنه ذكي فقال الشاب ما أكثرها وما أقلها شوفوا مليح وش قال في الأول ما أكثرها وما أقلها أيوة فتعجب الرجل الرجل ما هو والديت مش عارب وش معناها تقول الأغنام ما أكثرها وما أقلها قال لك كذا وش به فتعجب الرجل ولم يرد عليه ما ردش عنه وخلىه احي ومشوا فمروا على غنم أخرى مروا على غنم أخرى فقال الشاب العكس الآن ما أقلها وما أكثرها هنا زاد دوخة زاد الرجل الرجل في نفسه قال يا له من غبي يا ذا غبي والله كباش كباش يعكس الكلام مر ما أكثرها وما أقلها ومر العكس ما أقلها وما أكثرها وهي غنم غنم كمعناء مروا على الأغنام ملف وموشي الحق أحيانا ما تفهمش الأمور هذه توكن وضح لك تماما فقال الرجل في نفسه يا له من غبي كيب يعكس الكلام ولهذا قال عدى حق بنتي طلبت مني الصفر معه وبعد سير طويل سير طويل مروا على مقبرة هنا الشاب وش بش يقول فقال الشاب هذه المقبرة فيها الأحياء وفيها الأموت عشو سبحان الله جبانا فيها الأحياء وفيها الأموت وصاعق الرجل من الذهول والحياء أحشم بش يقول له والله أنت كبير شضموا كل ميتين كبير تقول لي فيها الأحياء وفيها الأموت فلم يرد عليه تحشموا قال لك هذا وش هو هذا سبحان الله وصاروا مش شو فمروا على بستين كبير بستين ما شاء الله أخضر رائح فقال الشاب لا أدري إن كان هذا البستين أخضر أم يابسا قال من يش عارب هذا أخضر ولا يابس يا والدي الشاي الراجل بش يجن يعني قال لك وش هو هذا فتعذب الرجل كثيرا ولكنه لم يرد عليه ودخلوا على قرياء مش شو القوا قرياء في الطريق طلبوا الماء طبعا الماء المسافر دي ما يطلب الماء وطلبوا فيها الماء بش يشربوا فجو هذوكم اللي عرفوهم مسافرين وكذا ما عطوهم شو الماء عطوهم الحليب فأعطوهم الحليب قال لهم اتفضلوا ايه اشربوا الحليب لأنه دائما انت كتروح للأرياب وكذا تلقى الحليب وتلقى الكسرة وتلقى ما شاء الله فقام الشاب وشربه هو أولا عطوهم الحليب شد الإناء شربه الأول ثم أعطى للرجل الإناء بعده شربه الأول ومبعد عطيه للراجل الراجل قال لك وش بي هذا عوض بش يحترم إنه أكبر منه هناك كذا يشربه الأول سبحان الله يعني يندروها عطيه يعني يقولوا عالي يعودوا معاك واحد شاب وانت كبير وكذا ويعطوكم حاجة ويبدأ ذاك بعد الشاب من المفروض يقول لك اتفضل انت الأول إذن الشاب شيء يعني سبحان الله قال لك لم يحترمني في الحليب وأعطاني الماء أولا قال هنا يقرره في قرارة نفسه بالصحب في نفسه قال لن أسوي جواب ابنتي هذا قال الصفر يكشف معادن الناس الصفر يكشفه معادن الناس يعني تعرف صاحبك تسافر انت ويعني تعرف يعني عين رجعوا بعد العودة قتلها الطفلة طبعا بيشتسعل أبوها كيفاشة بابا وكيفاش كذا وكيفاش كذا قال والله ما جبني شي وقص الرجل على كل شيء على ابنته فقالت البنت لأبيها إنه نعم الرجل يا أبي وسأتزوجه فقال الأب قال كيفاش تتزوجي هذا فقالت البنت الغنم الأولى الغنم الأولى اللي مروا عليها اللي قال ما أكثرها وما أقلها قالت لها رايلك كيفاش أكثر من النعاش شفت هنا الحكمة هو يعني الطفل هذا عنده فتنة وعنده ذكاء شاف الغنم عرف الكباش أكثر من النعاش لأن الكباش تتباع والنعاش هي اللي تولد قال ما أكثرها وما أقلها معناها رأي ياسر ولكن تتباع الكباش هل النعاش يعوض ولا لا الله أعلم إذن هنا قال قصة الغنم الأولى فيها الكباش أكثر من النعاش والغنم الثانية فيها النعاش أكثر من الكباش لأنه قال ما أقلها يعني شوي ولكنها كثيرة وما أكثرها لأن نعاش بها أكثر يعني هنا الموالة يعرفها هذه ربما بعض الموالة يعرفها قتل وأما المقبرة قتل فمن ترك ذرية فهو حي اللي خلا ذرية يقول لك الخلفة ولد صالح يدعو له بعد الوفاة يعني صدق الجارية أو علم ينتفع به بصدر رجال الإنسان يخلي صدق جارية أو علم ينتفع به بصدر رجال أو ولد صالح يدعو له هذا هذا الحي قتلها يعني فمن ترك ذرية فهو حي ومن لم يترك ذرية فهو ميت طبعا منه اللي بيش يدعي له بيش يجي ولد عمه ودخال ما ليش ممكن مرة من المرات يتفكر ولد عمه ولد خاله ولا واحد صديقه يقول الله يرحم فلانا في حدا ولكن اللي يدعي لك دائما هو ابنك قتلها وأما البستان فإن كان صاحبه يعني كان صاحب البستان خدمة عمله من ماله الحلال قتلها رو أخضر يعني هذا رو قال لك كان البستان هذا يعني إذا كان خدمة ملاه بالمال الحلال وبالعرق التعه فهو أخضر وإن كان عمله من حرام أو بالدين يعني كردا كريدي فهو يابس لأنه يتبعه ويخلص به الدين ويقع دككه ويا ربي ما يدي حد شيء هنا عند حق الشاب البستان يعني كان خدمه ماله الحلال وبعرق جبينه رو أخضر يبيعه ويستفيد بحقه وإذا كان خدمه من حرام أو من دين تسلف وخدم به البستان فالبستان يعتبر يابس لأنه السيد موش بشير بح وأما الحليب شوفوا أنتم هذه لحظهم ليح وكل إنسان لازم يعرفها كيتصب الحليب في إناء الحليب الصافي رو ينزل الأسفل ويصعد الماء التاعه أو القش اللي فيه الماء يصعد الفوق فوق الحليب علاش بكري يقول لك في السياسة الأمهات يوسوك يقول لك كون سياسي يكون يعني لبق ومؤدب مع الناس يقول لك أشرب الحليب من تحت الرغوة تعود لك الكشكوشة الفوق أنت أشرب من تحت معناها يعني يكون لبق يكون إنسان مؤدب مع الناس هذه القصد منها أما لا قال لك الحليب أراه الماء يطلع الفوق الحليب والحليب الصافي ينزل أما الحليب فإنه يعني ينزل إلى القاع ويصعد الماء قلت له فهو شرب الماء وأعطاك الحليب قلت له هذا قدرك واحترمك ياسر شرب قبلك وأما الماء فإن الصافي يصعد للأعلى الماء الصافي وما فيه من حسال يبقى في القاع شبته القاعة تعطاس يقول فيه الماء تلقى الحسال وتلقى الجش التحت والماء الصافي يطفو يطفو الفوق يطلع فقلت له فضلك وأحترمك في الحالتين في الحالتين هو أحترمك وعند دخوله عليها وضع يده على رأسها وقرأ عليها ما تيسر من القرآن للبركة ثم قال سألها سؤال مهم مهم جدا 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 لازم كل عريس يسأل زوجته في ليلة الدخلة بش يعرف الحقيقة سألها حط لدها عن رأسها وقرأ عنها شوي قرآن ومن بعد قال لمن هذا الرأس فقالت ذكية هي ولبقى هلاذا قلت لكم كائن بنات يعني عايشين بالأرياب وهم ما شاء الله تلقاها نورا ما شاء الله فقالت كان رأسي وأصبح رأسك يعني لو كان رأسي نايا ولكن الآن لو أصبح رأسك وش معنى هذي معنى هارني أنا عابب مطيعة لك نمشي بأوامرك انت الرأس هذا لو معاش يعني يدخل في الأمور إلا بالأوامر اللي تجيه من فوق من عند الزوج هذا يعني قال الرأس هذا كان رأسي يفعل ما يريد أما الآن فأصبح رأسك فأنت تأمره فأعجبته وطلب منها أن تتهيئ للسفر قالها يا الله بش نسافره بعد حظ روحك نعار ولا زوج قالها أنا بش نسافره فقالت إلى أين فأخبرها بحقيقتي قالها أنا من شرعي غنم السع وإنما أنا ملك ابن ملك ما يرني ولي عهد وملك وأبي ملك وقد خرجته للبحث عنك قالها رأني خرجت نفتش عن المرأة الصالحة هذه اللي تفهم وتعرف الأمور لأن الثلاثة اللي طلقهم من أولين ماين انتا كما يقولوا بالدرجة تعيننا احنا جماعتنا الكبار يقولوا تعباطيسري مع كل اعتراماتي لأصحاب الحلويات وأصحاب المرطبات قال لك المغزى من هنا أن الحكم السطحي يكونوا أحيانا خادعا يعني ما تحكمش على الإنسان من المظاهر تاها الحكم السطحي تحكم على واحد أنت من ملابسه أو من وقفته أو من قعدته ما تحكمش ما تقدش يعني مش تحكم عليه لازم تقيس العقل التاح الحكم السطحي يكون قادعا وأن الفقنة والحكمة تظهر في المواقف الصعبة وقيمة الإنسان ليس بمظهره بل بفكره وذكائه وعقله هذا بالنسبة للقصة التعنا اليوم أنت ابن السلطان ونواصل معكم إن شاء الله إحنا قدمنا نموذج الآن عن الإنسان هل الإنسان نقيموه بالمظهر بتاعه أم بعقله والقصة اللي اللي جبناها تتكلم عن الشاب ابن الملك وعن الفتاة الريفية الآن بش نتكلمه عن محنة الإمام أحمد بن حنبل وما جرى له في السجن طبعا السجن فيه غير العصات والمتمردين والناس اللي كذا عندما رفض الإمام أحمد بن حنبل أن يشهد أن القرآن مخلوق فتنة خلق القرآن معروفة مع المأمون مع بعض المعتزلة والآخرين معروفة والناس كل تعرفها تقريبا لكن نحن اللي جبناه حاجة فيها حكم كبيرة فأدخلوه السجن وتعرض الإمام للتعذيب وفي يوم الأيام كاين واحد اللص كان في السجن رأى الإمام أحمد بن حنبل يتألم من الجراح التاع ساعات الجروح ساعات كذا ويخلوها كاك ويرعوه فقال له الشاب هذا اللص هذا اللي داخل عن السرقة هذا داخل عن السرقة قال إنهم يعذبونك عذابا شديدا يا إمام أليس كذلك قال نعم قال ولكن لعلمك يا مولانا قال نايا كثيرا ما عذبوني لأعترف بما سرقته ولكني قال لم أعترف أبدا نايا سارق وما عتربتش قال له كنت أحتمل كل هذا العذاب وأنا على باطل قال له نايا على باطل يعني يعني أعرف روحها لس قال له نتحمل فكيف وأنت على حق قال له أنت رك على حق قال له لا تضعف يا مولانا فيجب أن لا يكون رجال الحق أقل احتمالا من رجال الباطل شفت الحكمة هنا وين هذا لس عطي حكمة لإمام أحمد بن حنبل سبحان الله عليش قلت لكم يعني الله يخلق ما يشاء واستمر الإمام في سجنه وكل ما ضعف الإمام ضعف وجاء جريبي يقولهم القرآن مخلوق استغفر الله العظيم قال لك يتذكر تذكر كلمات اللس وبعد مدة خمدت الفتنة وأفرج عن الإمام أحمد بن حنبل فمكس فترة يعالج جراحة ومبعد يخرج ويقعد مع الناس ويروح للمسجد ويقدم بالدروس تفكر سئل عن سعب هذا اللس في السجن فقيل أنه مات قلوا له مات يا سيدنا قالوا له مات مسكين هذا كمات ففي الليل احلم به سبحان الله فشهده في المنام فرآه في الجنة شاف في الجنة فسأله قال لهم ما الذي أدخلك الجنة فقال له تاب الله علي بعد أن طلبت منك أن تصبر لأنك صاحب حق قال لرب تاب علي بعدك الكلمة التي قلت لك أنت صاحب حق لازم تصبر فتاب الله علي وأنا في السجن قال وقلت لك الحقيقة لأنني أنا صاحب باطل وصبرت ويجب أن يكون صاحب الحق أكثر تحملا في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هذه الحكمة الموجودة في محنة الإمام أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن بسم الله سمحونا نشرب شوي ما بسم الله بسم الله والحمد لله أيضا قلنا الحصة بتاعنا منوعة وبش نرجع الأيام الجاهلية قبل الإسلام وبش نذكر لكم رجل أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كثيرا لأن الرسول شاهده قبل البعث وشاهده في سوق عقاض وسمع الكلام التاع ولكن بعد الرسالة سأل عن الرسول قالوا له روما يتشاهد هذا يسموه قص ابن ساعد الأيدي هذا قص ابن ساعد الأيدي هو ابن عمر من بطن دعمي ابن إياد يسموه بكري في العرب كل خطيب العرب وشاعرها وحليمها وحكيمها في عصره هذا عنده أشياء دارها أول واحد يعني في الدنيا واتبقت ماشيا يقال أنه أول من علاء على شرف أول من وقف في أرض عالية وكلم الناس يعني شغل أرض عالية أول من علاء على شرف مكان مرتفع وقطب عليه وأول من قال في كلامه أما بعد وأول من اتكاه على عصاء عند خطبته أو سيف يعني اتكاه على العصاء أو سيف هذا قصة بن ساحدة وأدركه رسول الله صلى الله عليه سلم قبل البعثة ورآه بعكاب فكان يؤثر عنه كلاما سمعه منه الرسول كان ديما يعاود في كلام سمعه من قصة هذا وسئل عنه سعدوه الناس قالوا ما رأيك أو ما قولك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما قولك في قصة بن ساعدة فقال يحشر أمة وحدة لأنه كان يتكلم بالحقائق عن الحياة والموت والإله الآخر وعن عن ابن عباس أنه قال لما قدم وفده إياد الوفد يجو 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 العرب بعد الرسالة وبعد فتح بعد غزوة بدر وانتصار رسول صلى الله عليه وسلم سمعت بيه العرب قل كل وفد يجيب شي يعلن إسلام عرف الحقيقة لما قدم وفده إياد على النبي صلى الله عليه وسلم قالهم ما فعل قصة بن ساعدة قالوا مات يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قالهم كأني أنظر إليه بسوق عقاب على جمل أورق أورق يعني اللون تعمل للقهوة كما نقول إحنا أورق أو شوي رماد أكحل أكحل قهوة قالهم وهو يتكلم بكلام عليه حلوة الكلام تع حلو قالهم ما أحفظ تشكل ولكن ما أجدني أحفظه فقام رجل من القوم فقال أنا أحفظه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف سمعته يقول قال سمعته يقول أيها الناس هذا في الجاهدية في عقاب سوق عقاب هذا اللي فيه سوق يعني تقريبا تقول سنوي أو أسبوعي الجيه العرب من كل مكان قرب الطائف وكانوا يعني يتبارزوا فيه بالشعر وكان كما تكلمنا في حصص ماضية كانوا يديروا قبة قبة كبيرة النابغة الزبياني بشوحكم بين الشعراء وكانت الشعراء تجي تقدم قصائدها ثم في سوق عقاب باش يقولوا شاعر كان مكاشر يعني الشغل احنا توعدنا مسابقة الحان وشباب مع الناش من سبقات الشعر مالش قال سمعته يقول أيها الناس اسمعوا وأعو من عاش مات يعني كل إنسان يعيش روبش يموت ومن مات فات خلاص انتهى وكل ما هو آت آت المستقبل كما يقولوا المستقبل حبلة ماناش عارفين وش يفرز كل ما هو آت آت بش يجيك قالهم ليل داج وسماء ذات أبراج وبحار تزخر ونجوم تزهر وضوء وظلام وبر وأتام ومطعم ومشرب وملبس ومركب قالهم ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون يعني الناس اللي تموت تروح ما ترجعش ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أرى ضوء بالمقام فقاموا أم تركوا فناموا قالهم وإله قصة بن ساعدة ما على وجه الأرض دين أفضل من دين قد أظل لكم زمنه معناها تكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قالهم رأوا جاي دين أروا هذا الدين الحق دين أفضل من دين قد أظل لكم زمنه معناها رأكم دخلتم بالزمن تعروا قريب يبني لكم الدين على وأدرككم أوانه فطوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن خالفه ثم أنشأ يقول جبلهم الشعر فالذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر الموت يعني ما عدايش مصدر تجيه من كل كما نقوله نحن الموت بلا سبب يعني ما عدايش سبب نقولوش علاش مات يعني تعددت الأسباب والموت واحد لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر معناها أيقنت لما شفت الناس تموت وشفت الصغار يموتوا الكبار يموتوا عربت روحي بالليراني لا محالة رايح كما بشنموت كما متهم أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله قدساً إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة وحدة هذا بالنسبة القص ابن ساعدة الأياد وعدنا أيضاً إحنا عدنا الفقرة الأخيرة اللي بش نقدمها على الأمثال السوفية والحكم بش نجبنا لكم بعض الأمثال والحكم كل مرة كما زرت العادة هذا يعني من الأمثال والحكم في نفس الوقت يقولون ناس بكري يقولك كي تنزل للبير طول ح بالك كي يجي هابط للبير لازمة كتطول الح بال تاعك وكي تقعد مع الهواليف طول بالك كي تقعد مع السفل أو الحمق أو لازمة كتطول بالك أو توسع بالك كي ما نقوله إحنا قالك كتنزل البير طولح بالك وكتبعد مع الهواليف طول بالك ومع النمام أربط لسانك رد بالك مع النمام ما تقولش لأنه ينقل كلامك ومع النمام أربط لسانك علاش قلت لكم أمثال وحكم في نفس الوقت يعني بش الإنسان يتعذ ويحفظ ويرد بالها لأن النمام يهدس حديثك ويديه مباشرة مكانش لحظ أيضا يقولوا في الأمثال الآن ما هذه حتى في العربية لسانك حصانك إذا صنت صانك اللسان تاعك هو الحصان تاعك إذا كان صنت لسانك يصونك معناها تهرب من العيب والشر كما يقولوا بعد على الشر وغنله أيضا في الشعر يقول لك لسانك لا تذكر به عورة امرأ عورة واحد ما تذكرش به فكلك عورات وللناس ألسن حتى الناس عدى ألسنة بش تبدأ أنت تشتم في الناس يعني سبحان الله وقال لك إذا كان بيتك من زجاج كيف ترمي الناس بالحجارة هذه يعني تقريبا في نفس المعاني أنت الكمال لله حتى أنت عندك عيوب كل إنسان عنده عيوب وما لا ما يبدأش يعني يذكر في عورة الناس وينسى عورتها يقول ربي يدينا ورب يسترنا وكما قلنا في الحسن الماضية الإنسان إذا كان شاهد إنسان مذنب يطلب لها الهداية من الله ويقول ربي ثبتنا على دينه وهذا أحسن شيء يبتعظ به الإنسان وينجح به في الدنيا للآخرة عدنا أيضاً أمثلة أخرى كما يقولوا البلاء البلاء والعياذ بالله الشر البلاء يولد بلا ضرع يعني بلا ضرع كما يعني السبب يعني يولد بلا سبب بلا سبب الضرع هو ضرع الشاة معناها تحلب تحلب يعني الضرع الضرع الشاة تجيب تولد وتجيب الحليب وتجيب كذا ولكن قال لك البلاء يولد بلا ضرع معناها كنية يعني أنه يجيب بدون سبب نعم ويقالوا أيضاً جاك البلاء يغافل ساعات واحد يعود غافل يبليه واحد يبليه ساعات تتعود في طريقك يجيك واحد يبليك والعياذ بالله أيضاً من الأمثال اللي مشهورة في سوف يقول لك استنى يا خال حتى يكبر لك ولدختك يحليلك استنى يا خال حتى يكبر لك ولدختك هذه من تجارب الحياة خصوصاً في الميراث إذا كان أخوة وعندهم بنات أخواتهم والبنات هذلكم عندهم أولاد وطبعاً توفى الأب الكبير وهك الأخوات عندهم حق في الميراث سوف أبناء الأخت هنا هم اللي يقوموا بالوجب أعي أكم بهمين وخصوصاً إذا كان الأب متوبي والأخوات لم يتحصلوا على الميراث أعي فحليلك يقول تستنعي خالح التاني يكبر لك ولدختك أيضاً المثال هذا مليح ياسر ومن أحسن الأمثال تقريباً يقول لك الجار قبل الدار ولكن الضالب ما نش نطبقه به إحنا زهر إحنا يطحن الحق في حي ما شاء الله حما قال لي صديق جاء مؤخراً عنده يعني حضر وليمة الأقاربة هنا قال لي الشيخ انترك في حي ما شاء الله قلت له ربي دوم هالساعة إن شاء الله ربي دوم هالساعة يقول لك الجار قبل الدار هو ما المفروض يسأل الإنسان علش كي يجو يبيعه وساعات يسقصه على الدار يجي واحد يبيع في دار يسأله عجلين هم لولين لأنه تخوف الأمور صح أما كيعود محيطك هاني آمن كما البلاد إن شاء الله نطلبون الجزيرة تبقى ديمة آمنة وهانية وكذا كل نهار نتكلم وحنا وبعض الجماعة عن السيارات للبات البرة قلنا الحمد لله في أمان والدولة يعني ما شاء الله والناس يعني الأمن روه ناشط وحتى اللي ما عنداش قراج يعني روه متهني يحطها أحد عشا كذا ما أرك شوي يعني لباس كين هنا إذن الأمن روه أحسن حاجة في الحياة هو الأمن الذي آمنهم من خوف سبحان الله ربي في سورة لإلاف قريش يعني يتكلم عن قريش آمنهم من جوع لإلاف قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان الله آه وآمنهم من خوف الأمن ضروري جدا لإطعام معلش حتى لإطعام ربي أطعم قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آه إذن نحن نقول الجار قبل الدار لأن الجار أروا الإنسان كي يلقى جيلة طيبة رو الله ينعم سواء سافرت سواء غاب سواء راح العمل يعني متني يعني جيرانوبل إن شاء الله رب يدوم هالساحة آه قال لك الجار قبل الدار اختر المكان حسب الجيران مش تخير أيضا يقول لك ضربة بالفاس ولا عشرة بالقدوم هنا للتسريع بالقيام بالأمر يقول لك يعني الأمر اللي بش تقوم به قوم به بسرعة يعني أنجزة ضربة بالفاس خير من عشرة بالقدوم تقعد تضرب شوي أضرب ضربة واحدة بالفاس أيضا يقول لك ادي بايك من الأول حتى لو كان ضرب دبوس هنا ينصح نصيحي لمعالجة الأمور من الوهلة الأولى معناها بالانتظار ما تنتظرش هذا علشي يقول لك ادي بايك من الأول حتى لو كان ضرب دبوس معناها حتى لو كانت معركة حاول أن تكون يعني بايك تديه من الأول يعني حاول أن تعالج الأمر من الوهلة الأولى أيضا يقول لك العين متعلى على الحاجب شوف العين وين والحاجب وين الحاجب روهه أعلى واش معناها يعني هنا يرون نصحوا بمعرفة مقامات الناس مقامات الناس الحاجب دائما يعلو العين من هو الحاجب؟ الحاجب هو الإنسان الأكبر منك الإنسان قريبك الإنسان اللي عندك يعني عنده مصلحة بيش تحترمه وبيش تقدر روحك مش من أجل مصلحتك لا من أجل بيش تبقى الأمور ماشية يعني العين متعلى على الحاجب شكرا لكم نحن يرون نوصلنا الأذان المغرب الآن مع ذراع ونشكروا سيكمال ونشكروا ونشكروا متابعينا طابة الزلسة وفي أمان الله